مست نيجي هون لآخر عنا مصدر من مصادر الطاقة البديلة اللي هو الطاقة النووية اللي بنتحدث عنا هون في الأردن كثير وكانت عنا فيه سراع كبير جدا بينها وبين الطاقة الشمسية طبعا لحد ما فازت الطاقة الشمسية بالنهاية وهذا مست نفس اللي كنا الفيديو اللي كنا نحضره بالمكتبة اللي هو عن تيرنوبل اللي كانوا تستخدموا الطاقة النووية وشوفنا بعيننا كل اياتنا عدشها انها خطيرة وشو المشاكل اللي بتضلها على مدار يعني عشرات السنين تمام هلأ شين الطاقة النووية هي الطاقة الحرارية التي تنتج من التحول الطبيعي لعنصر مشع وتحلله تمام هلأ كيف انا بقدر احصل على هاي الطاقة بترقتين يما انشطار او انجماج نووي فهاي هي الطريقة اللي بتخلينا احصل فيها على الطاقة النووية اللي هي منعنصر اسمه اليورانيوم تمام هذا عنا بالاردن احنا مخزون كثير كبير منه يقدر عالميا احتياطي عالمي عشان هيك احنا يعني تعتبر الاردن انها صالحة يعني من ناحية كمية اننا نستخدم فيها طاقة نووية لكن من ناحية امكانيات احنا لا تصلح لانو حكينا لا عنا مياه كافية انها تبرد المفاعل نووي ولا عنا امكانيات وفنيين عندهم هالخبرة اللي يستخدموها ولا عنا ارض تقدر تستخدم او تمتص هاد الاشعاع الزايد عشان هيك احنا ضدها مية بالمية هلأ ما مشكلات الطاقة النووية تسرب الاشعاعات تضار من المفاعلات هلأ اذا تسربت هاي الاشعاع ومتو شفتوا بعينكم في تشيرنوبل كيف انها تسربت في المشاكل اللي صارت اتنين في عنا صعوبة التخلص من النفايات هلأ نفايات الاشعاعية هاي جدا جدا صعب ان نتخلص منها وبدها اماكن خاصة لان راح تضلها تشع فعشان هيك هاي من اكبر المشاكل موجودة عندنا لكنها تعتبر مصدر بديل طبعا بدل الوقود الوحفوري هيك نكون خلصنا هاد الفصل بتمنى لكم مسكل التوفيق شكرا